أحسن الله إليكم الأخ مازن من جدة يقول فضيلة الشيخ من عادتنا أن نكثر الأعمال الصالحة في رجب وقد قرأت بعض الأحديث في أحد الكتب الموجودة في المكتبات بأن هذا الشهر له مزية عن غيره من شهور السنة أرجو من الشيخ أن يجيبنا على ذلك لا فضيلة لشهر رجب خاصة به وإنما هو كسائر الشهور لأنه لم يثبت في فضله وفضل العمل به خاصة دليل من الكتاب هو السنة أمن كان على عمل مستديم في سائر السنة فإنه يستمر عليه في رجب أما أن يخصص رجبا بعبادة خاصة به فهذا لا دليل عليه نعم أحسن الله ولكتب التي والكتب التي قرأتيها في هذا لا أصل لها مجموعة من ما ذكر من غير ثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ترجمة نانسي قنقر